لو تفتكروا احنا يوم الحد اعتقد او يوم الحد اه يوم السبت ولا الحد السبت السبت اللي فات لما كنتم مع حضراتكم من خلال ملعب الاهلي قلت لحضراتكم في بداية حديثي ان هناك صفقات وهناك اخبار جيدة جدا 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 خلال الفترة اللي فاتت الحقيقة خلال اليومين 3 اللي فاتوا كان هناك بعض الصفقات التي تخص النادي الاهلي طبعا اول هذه الصفقات كابتن حسين الشحات وانتقالوا الى النادي الاهلي من نادي العين الاماراتي وكابتن ياسر ابراهيم وانتقالوا من نادي سموحة الى نادي الاهلي في صفقتين من العيار الثقيل الحقيقة صفقتين بالنسبة لنادي الاهلي طبعا كل الصفقات السابقة ولكن احنا اتكلمنا عنها بشكل كبير الصفقات السابقة ولكن حسين الشحات وياسر إبراهيم الحقيقة برضو عاملين حالة كده جوه جمهور النادي الأهلي لأن حسين الشحات واحد من الناس اللي حربت كتير عشان تيجي النادي الأهلي وخدوا بالحضراتكم وأنا قلت الكلام ده لحسين أن جمهور الأهلي ما بينساش جمهور الأهلي ما بينساش جمهور الأهلي دايماً بيحط في دماغه مين اللي باع إيه عشان خطر الأهلي وعشان خطر جمهور الأهلي حسين الشاحات وياسر إبراهيم الاتنين مثال رائع للعيبة اللي عايزة تيجي تلعب في النادي الأهل احنا ما عندناش مشكلة ان احنا ندفع مية متين تلتمية ما عندناش مشكلة ما عندناش مشكلة خلص ان احنا الحمد لله خزينة النادي مليانة وفيها فلوس وزي الفل وبندفع من جبنة من جبنة ده ده اللي بندفعه وبنطلع الفلوس من جبنة كده وبنوديها ونقول لهم اتفضلوا حسين الشاحات عايز كام او يعني نادي العين الاماراتي عايز كام خمسة مليون دولار استاذ خالد درندلي ونجا حاطت ايده في جيبه كده ومطلع الشيك كاتبه وموديه للبنك البنك ياخده يبعثه للعين العين الاماراتي من جبنة انا جيبي فادي دلوقتي الحياة ما فيهوش حاجة لكن يعني انا باتكلم جيبي النادي الاهلي دايما مليان والاستاذ خالد درندلي طبعا هو امين السندوق بعد ما كابت الخطيب في اخر الامر طبعا تدخل ومع امير توفيق ومع طبعا الثعلب عدل القيعي اللي هو بالنسبة لي وبالنسبة الكثير من الاهلوية هو رمز من رموز النادي الاهلي في التعاقدات الحقيقة كل ما تقول تعاقدات تروح لرجل ده تشوفه هو فين عشان تجيب التعاقدات اللي انت عايزها وبالتالي مهانس عدل القيعي شاف عمل دوره امير توفيق عمل دوره كابت الخطيب الحقيقة رئيس المنظومة وعمل كل اللي في الاخر تدخل بالخطوات اللازمة يعني هو دايما احنا لما كنا بنيجي نجد دايما هنا في النادي الاهلي كان ايه اللي بيحصل يقعد يتكلم معاك قال الله ارحمه سعيدك كابتن سابت البطل او كابتن فلان او اي حد من اللي موجودين وبعدين في الاخر انت بقى ايه تقعد تقول طيب كذا طب كذا طب كذا تلاقي مكالمة جايلك التليفون هناك بس تلاقي مكالمة جايلك تلاقي كابتن خطيب ترد يقولك يا ابني انت لسه ما مضيتش تقوله كابتن انا رايح عمدي انا رايح عمدي او خلاص فالحقيقة كابتن خطيب تدخل والموضوع انتهى تماما والاستاذ خالد الدرندالي امين السندوق زي ما قلتلكم مضع الشيك وطلعه من بنك انا مش عارف البنك انا نسيت اسأل الاستاذ خالد الدرندالي كنت عايز اكلمه عشان اسأله في هذا الموضوع ولكن مضع على الشيك من البنك والبنك حول الخمسة مليون دولار او معرفش الحقيقة الرقم كام لكن حول الرقم اللي اتفقوا عليه مع العين الاماراتي على بنك يخص العين الاماراتي وبالتالي اصبح حسين الشحات لاعبا في النادي الاهلي الف مبروك حسين هتسمع بقى الكرام ده كتير جدا الفترة اللي فاتت او الفترة اللي جاية ان الناس كلها هتباركلك والناس كلها هتقولك ان احنا كنا مستنيينك حسين ان احنا كنا مستنيينك ولكن المسؤولية عليك كبيرة جدا 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 70-80 مليون اهلاوي مستنيين يشوفوا انت هتعمل يا حسين يعني انا مش بخوفك ولا بقولك اي حاجة ولكن انا بقولك الحقيقة شخصية النادي الاهلي هتبان من خلالك خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله